مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية لحكومة الوفاق ونظيرتها بدولة قطر للتعاون في المجال الأمني بين البلدين دخلت حيزة تنفيذ منذ التوقيع عليها في الدوحة يوم الاثنين السادس والعشرين من أكتوبر وتسر مدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتبيا عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر المذكرة الليبية القطرية نصت على التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويد والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص وتقديم المساعدة في التحقيقات وقضت مذكرة التفاهم بتعاون الطرفين في مجال الخبرات والتدريب وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف في توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية وإعداد القيادات الإدارية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال محاربة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية والنظام المروري وأمن السواحل ويعنى الطرفان الليبي والقطري بالتعاون في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تبادل المساعدة بهذا الصدد خاصة غسيل الأموال وتبادل المعلومات عن الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير الشرعية كالمخدرات وتفاهمت الداخليتان على تشكيل لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم موثلين من الإدارات المعنية لدى الطرفين تتابع المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك تعقد اجتماعات بالتنوب ويأتي هذا التفاهم بين طرابلس والدوحة تأكيد السلطات القطرية على دعم حكومة الوفاق الوطني وشددت على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة وترحيب دولة قطر باتفاق وقف اطلاق النار في الأراضي الليبية ويبقى من المهم معرفة مدى عكاس هذه الاتفاقية الليبية القطرية على الجوانب الأمنية التي تسعى حكومة الوفاق لتحسينها إضافة إلى الشواغل الاقتصادية فضلا عن من يمكن أن تضيفه مدكرة التفاهم بين طرابلس والدوحة من مكتسبات مثل مدكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق والسلطات التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر